لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد واذا اردت ان تتحد تعرف قيمة رجل لدى نظام الحاكم شوف التلفزيون لم يتم ذكره عندما تحدثنا وكشفنا معلومات وصلتنا من داخل التلفزيون ان هناك اوامر من جهات عليا منعت اظهار او الحديث عن القايد صالح القايد صالح ظهروا مؤخرا في وثائقي قالوا فيه هذه الكلمات من دون حتى ذكر اسم في لحظة تكريم مستحق لمن رافق هذه الوثبة وفي غمرة الدلالات تلك تحدث الخطوة العملية الاول هذه الجملة وهذا المشهد لا يمكن الاستغرار عنه لا يمكن ان تتحدث عن يوم اداء القسم وتتجاهل الرئيس المنتخب انه ازدى وسام صدر الى قائد الاركان ونائب وزير الدفاع لذلك اضطروا اظهاره في هذه الجملة وهذه الكلمات الغامضة فقط قد يتحدث البعض بانه هذا في اطار الذهاب الى الدولة المدنية هذا زعيم عسكري قائد عسكري لعب دور مرحلة معينة الان من زيد ان تكلموا ليس لا لو كان هذا مازال موجود الان مازال في مهامه العسكرية وجرى الاستغناء عن الحديث عنه لاننا في مرحلة دولة لديها رئيس مدني وكذا وكذا قلوا ممكن لكن هذا الرجل رحل وتوفي بطريقة تراجدية ابكت الجزائريين بعد يعني خرج الشارع الجزائري في جنازته كان يوم تاريخي حقيقي يوم دفنه ما يمكن الاستغناء وعدم اظهاره الا لأسباب سياسية يراد منها دفن المشروع اولا بالنسبة لشنجريحة شنجريحة انه نريد اي مسؤول عسكر يأتي الى منصب غالبا نقول اكثرية تطمس الدور الذي لعبه سابقة شنجريحة لما جاء لقى بصمات كبيرة للجيز صالح في المشهد السياسي خلينا من المشهد العسكري في المشهد السياسي اذا لن يكون له ذكر هو لا يريد ان يعيش في ظل او تحت قبعة القيد صالح هو يريد ان يخرج بخرجة جديدة وهذا تماهت مع اطرف اخرى هناك جهات لديها مصلحة انه عندما تنتقم من القيد صالح وتنتقم من المسار فهي ستسقط تبون هؤلاء لا يريدون ابقاء تبون في المشهد الرئاسي لماذا؟ ليس لانه تبون يشكل عليهم خطر هذا استبعدوه نهائية لالتبون رايح يمشي معهم في الخط وتأكدوا ما بعد عودتي مهما كانت ظروفه الصحية سيتماهى مع هذا اللوب النافذ لن يقف ضده ابدا اجزم لان الوقوف ضده معناها قد يصل الامر الى اشياء اخرى لا تحمد عقبها في مستقبل الرئيس ورئاس الجمهور قد يصل الامر حتى الى انقلاب عسكر لا نستبعد شيئاً لانه الان المنطق السائد هو منطق عصابة وليست منطق دولة هذه الحقيقة الحقيقة للأسف الشديد وفي ظروف سيئة للغاية اذا عندما فشل مشروع اسقاط تبون باستغلال مرضه الذي شفوه فرصة ذهبية وكيف تعاملت معه الرئاسة وسائل الإعلام وكيف تجاهلوه ولللحظة هذه التي نتحدث فيها لم تظهر اي صورة للوزير الاول ولا لمسؤولين في الدولة زاروا تبون ولم يظهر مرة ثانية باستثناء ظهوره الذي حدث يوم 13-12 وحكينا الاسباب التي دفعته لتلك الخرجة المفاجئة التي اغضبت العسكر واغضبت الكثير من الاطراف النافذة لانه تم افساد مشروع بعض الجهات والامر الثاني انه خرج من دون استئذانهم او الاخذ المشروع منهم والامر الثالث انه جاء بعدما تم رفض بث التلفزيون وبث الوسائل الإعلام الرسمية لتسجيل اسجله من قبل لذلك الامور جات في ظروف معين لما اجهد المشروعون فضح الامر تدخلت الدوائر الفرنسية لتهديئة الاوضاع وربما تم الاتفاق على مخطط معين ستظهر ملامحه ولا استبعد انها تكون مرحلة شبه انتقالية وليست انتقالية حتى تكون متوازنة ما بين الاطراف الذين يريدونها انتقالية وما بين الرئيس والاطراف التي تريدها مرحلة غير انتقالية ربما يلجأون الى مرحلة وهذا غير مستبع شبه انتقالية تتخذ فيها بالاجراءات معينة وهذا الذي سنتحدث فيه في مداخلة اخرى باذن الله تعالى اذا ربما تم الاتفاق على مرحلة شبه انتقالية بالتوافق مع دواء الفرنسية والاليزية الذي عاد بقوة في المشهد السياسي الجزائر اذا افلت منهم تبون ما هي الخطة الخطة الان هي اسقاط ما تبقى من القيد صالح يتمثل اساسا في الانتقام منه شخصيا هي لخلق الارضية المواتية عندما يظهر القيد صالح فاسد اولادوا فاسدين اخذوا الاموال العمومية بهذه الطريقة والتبليغ يأتي من طرف شخص كان عضو في العصابة وبهذه الطريقة وبهذه الجراءة وخاصة انا اعطيكم معلومات انه من قبل كان يرسب مراسلات الى اطراف في السلطة يقولهم انا مستعد اتعاون معكم كما تريدون هكذا طريبة هكذا بهاء الدين طريبة يقولهم انا مستعد للتعاون معكم كما تريدون انه اكون المهم لا اقضي عمري في السجن ولا تصادر املاكي ولا اي شيء فقط يريد ارضاءهم لذلك لو كان طليبة يدرك تماما ان اقدامه بهذه الخطوة ضد عائلة القيد صالح بصفته رمز للمسار الذي افضل الى وصول تبون الى السلطة ما تجرأ هذه الجرأة جاءوا اععاز من جهات معينة وهذه الجهات لديها علاقة بالعصابة اذا قالوا يجب ان تتحرك ضد ابناء القيد صالح الان القضاء نحن نعرف ان القضاء الجزائري نملك قضاء مؤسسة قضائية ولكن لا نملك عدالة ما زال القضاء يسير بالتليفون ما زالت خلايا العصابة داخل مؤسسة القضائية ما زال هناك الكثير من القضاء المرتشين ما زال الكثير المؤسسة القضائية في الجزائر فاسدة ونعرفها من الداخل ما زالت قضاء التليفون وما زالت فيه عصب بلوبهات قوية جدا تتجاوز وزير العدل وتتجاوز رئيس الحكومة وربما تتجاوز حتى رئيس الجمهورية كيف سيتعامل مع هذا الموقف إما أنه يفتح تحقيق أو أنه هذه أولا يفتح تحقيق فيها وهذا سيتم استدعاء أبناء الجاي صارح وهذه بداية العملية سواء حتى وكان يستدعوهم فقط ويسمعوهم وتبقى القضية تأخذ مجراها القضاء خلاص بأن عملية التشويه بدأت فعليا حتى لو كان في النهاية يخرج براء هذا من جهة من جهة ثانية إما أنه يحول هذا الملف يضيف إلى أحد ملفات الموجودة عند الطليب القاضي التحقيق هو ينظر فيها ويشوف هذه المعلومات وما هي الأدلة التي يمتلكها لأنه لا يكفي أن يجي واحد متهم وموجود في السجن يقول ابن تبون ولا ابن فلان وفلان وفيه وفيه مباشرة يتم سجنه أبدا ما هي الأدلة راح يتروح وكشفه إذا كان مثلا أبناء القيد صالح الدو إشهار عمومي هل الإشهار عمومي الدوها أموال بدون ما يقدموا شيء أكيد مدام عندهم صحيفة نشروا الإشهار حتى لو كان أنه أخذوا هذا الإشهار بطريقة معريفة إذن مدام الدوها بطريقة معريفة إذن هناك خدمة ما فيش جريمة أنك تأخذ إشهار عمومي تنشره في صحيفة حتى لو كان أنك خذتها يذهب معريفة أو بامتيازات معينة أو شيء من هذا القبيل فهذا لن تستطيع إثباته إلا إذا اعترف الشخص الذي اعترهم الإشهار المهم هذه النقطة الثانية إما أنه يحول القضي أو يتجهد لكن إخراجها إعلاميا بهذه الطريقة ماذا سيكون ستكون أرضية لخلق شكوك والتصعيد الشعبي تجاه المسار بحد ذاته لأنه هذا ما هدفهم عندهم هدف إما تشويه القيد صالح ومن ذلك تشويه المسار كله وإخضاع تبون كما الطريقة التي يريدون أو عزلوا أو إسقاطوا بهذه الطريقة أو إجباروا على الذهاب إلى انتخابات رئاسية مسبقة في 2021 في ظل هذه الأوراق لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله